صورة من امتحانات جامعة إدلب تحولت لتريند على صفحات الفيسبوك بسوريا الصورة هاي للطالب عبد الكريم البكري من بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي تم التغاط الصورة هاي أثناء تأديته لامتحانات كلية التاريخ السنة الثانية الحاج عبد الكريم أو الطالب عبد الكريم البكري نزح من بلدته بعد ما هاجم طيارار روسي وميليشيا أسد مسكره مئات البوستات من مبارح لليوم كلها عم تحكي عن عبد الكريم البكري جابر أحمد البكري بيكون ابن أخته للحاج عبد الكريم نشر بوست وقال فيه خالي الحاج عبد الكريم البكري لطالما كنت من أهل العلم بما أتاك الله أطال الله عمرك وأمدك بالصحة والعافية لتكون مثلا تحذو حذوه الأجيال القادمة قيل أنه الحاج عبد الكريم أهدى مكتب تلكلية الآداب 120 كتاب هاي المعلومة وغيرها داول السوريين بكتير من الفخر على صفحاتهم والتعليقات هاي هاني اللي قال بالتوفيق عام اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أما فادي علقت ما شاء الله بالعلم نرتقي وليس للعمر حدود ولا قيود أحمد قال والله يا حجي بعدها الصورة لكمل جامعتي السنة الجاي